موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا إله إلا الله وعلى محمد نبي الله وآله صلوات الله أحييكم أعزائي بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن هذا هو لقاء لنا جديد معكم مع برنامجنا في الحديث الشريف وما زلنا نعيش في فيء المحور الأول من محاور برنامجنا وهو الحديث الشريف في عصور الرواية المبكرة وقد خصصنا هذه الحلقة لموضوع في غاية الأهمية ألا وهو قوانين الرواية وقواعدها عند الصحابة الكرام وإننا في هذه الحلقة نلملم أطراف الحديث الذي توسعنا به في الحلقات السابقة وننظمه في شجرة ذهنية ثلاثية الفروع يتفرع عنها عدد من التفاصيل والدقائق التي تزيد الأمر وضوحا بإذن الله تعالى والذي يفهم من القوانين هذه أن الصحابة مالوا إلى تفضيل جانب الاحتياط للرواية والتقليل منها على جانب حسن الظن بالرواة كما كان في العهد النبوي وسنرى لاحقا بأن جانب الاحتياط هذا سيتسع مع مرور الزمن عند المحدثين إلى أن يصبح هو الأصل لديهم الأصل لديهم هو الشك في الخبر حتى يقوم دليل ثبوته ودليل اتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيان هذا في حلقات خاصة إن شاء الله تعالى والآن دعونا نتساءل ما هذه القوانين وما هذه الأسس التي أقيمت عليها قوانين الرواية الثلاثة في عهد الصحابة الكرام القانون الأول من قوانين الرواية هو التقليل من الرواية وترك التوسع فيها إن عكس موقف تغليب جانب الاحتياط في الرواية على الحالة الحديثية في عهد الصحابة فاتجه الصحابة إلى سد باب الرواية وسد باب التحديث أمام غير المعروفين بحفظ السنة وغير المعروفين بروايتها ولم يقبلوا سوى ما يعرفون من الأحاديث وكان من أثار ذلك أن فضلوا تقليل الرواية عبوماً وعدم التوسع بها من الجميع أي المختصين وغيرهم وكل ذلك يأتي في سياق تضييق مصادر نشر الرواية وحصرها بشخصيات معروفة وموثوقة والذي سينتهي إلى قطع السبل على من يفكرون بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وغلق هذه الأبواب عليهم ومن أهم أمثلة هذا القانون في الرواية أي التقليل منها ما روي أن عمر بن الخطاب منع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وأبو مسعود الأنصاري منعهم من الحديث وقال لهم قد أكثرتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قال شيئاً شبيهاً بهذا لأبي هريرة لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لألحقنك بأرض دوس وعلق على ذلك الإمام الذهبي بقوله هكذا كان عمر زجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث وهذا مذهب لعمر ولغيره وقوله هذا أي الإمام الذهبي صحيح ومهم فالمنهج لم يقتصر على عمر وحده فحسب بل إنه روي عن غيره من الصحابة كمعاوية رضي الله عنه فقد كان يقول أقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تتحدثون لا محالة فإن كنتم متحدثين فتحدثوا بما كان يتحدث به في عهد عمر فإنه كان يخيف الناس في الله وتطور الأمر هذا عند الصحابة الكرام إلى أن صار شبه حالة عامة بينهم وقد سبق ذكر تحفظ ابن عباس في السماع عمن لم يعرف بالحفظ ولمس التابعون هذا الموقف من الصحابة وصرحوا به ومن ذلك ما قاله مجاهد والشعبي بأنهما صحباء ابن عمر فترة من الزمن سنة أو يزيد فلم يجداه يحدث إلا بحديث أو بحديثين وكان بعض الصحابة إذا سئلوا لماذا لا تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابوا بأنهم يتحفظون في ذلك ويقلون من الرواية وذلك خشية الوقوع في الكذب عليه وقد نقلت مثل هذه المقولة عن عدد ليس بالقليل من الصحابة منهم الزبير وعثمان وأنس وصهيب ابن سنان وهذا يعني أن احتياطهم في الرواية بالإمساك عنها تورعاً وخشية من الوقوع بالخطأ أو النسيان هو أحد أسباب إقلالهم من الرواية وهناك أسباب أخرى فهناك من الصحابة من أراد أن تبقى المساحة الأكبر من الرواية والحفظ للقرآن الكريم فوق السنة النبوية وهذا مرادهم من قولهم في حوادث معينة حسبنا كتاب الله ويضاف إلى ذلك سبب آخر بل ولعله السبب الأهم وهو سد أبواب الكذب والخطأ المتعمد في الأحاديث وأبواب الوهم والخطأ غير المقصود فيها ولك أن تتصور أن المعروفين بالرواية والمتخصصين بها أمثال أبي هريرة وأبن مسعود يطلب منهم التريث وعدم الإكثار في الرواية فكيف سيجد المجاهيل أو المنافقون سبيلاً إلى الوضع ونشر الأحاديث المكذوبة وإنما يعني هذا مزيداً من الدقة والانضباط والحصر للسنة بحيث تتحدد أبواب نشرها وتبقى تحت مراقبة كبار الصحابة وعلمائهم فلا يدخلها ما ليس منها من أقوال الصحابة والتابعين أنفسهم فضلاً عن الإسرائيليات والأحاديث المركبة أو المكذوبة ونكتفي بهذا القدر من البيان والتمثيل عن قانون الرواية الأول وننتقل إلى القانون الثاني وهو ابتكار الصحابة لآليات وقواعد تقلل من احتمالات الخلل في الرواية أو الخطأ فيها وعبارة أخرى قواعدهم في التثبت من الخبر يمكن لنا تقسيم هذه القوانين إلى ثلاثة أقسام هي الآتية الأولى الأصالة والعودة إلى منبع الرواية الثانية الحرص على التصريح بالأسانيد الثالثة اختبار الرواة وإخضاع مروياتهم إلى الموازنة مع الرواة والمرويات الأخرى فأما عن الأصالة والبحث عن المصدر الأصلي للرواية والعودة إلى منبعها ومخرجها الأول فكان لها عدة تجليات دقيقة من الصحابة الكرام فمن ذلك العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والتثبت منه مباشرة أو العودة إلى الأخبر بالرواية والصحابي الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كزوجاته أمهات المؤمنين في بعض الأحاديث وكبار الصحابة في أحاديث أقرى وهذا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم ومن نماذج العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتثبت منه مباشرة حديث ضمام الذي أتى ذكره في الحلقات الماضية ومن ذلك أيضا حادثة أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بأن تتحلل من إحرامها فتحللت فأنكر علي زوجها ذلك عليها فقالت أمرني أبي فذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا متثبتا وأخبره بما فعلت فاطمة وبما قالت فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم صدقت 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 أنا أمرتها به ومن نماذج العودة إلى الصحابي الأخبر بالحديث ما رواه مالك عن مسروق أنه قيل له هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال إيه والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض أي أنها كانت مرجعهم في الحديث عن ذلك وبالمقابل كانت السيدة عائشة رضي الله عنها إذا ما سئلت عن مسألة ما ووجدت غيرها أخبر منها في هذا الجواب أحالت السائل إليه ومن ذلك أنها سئلت عن المسح على الخفين فأجابت سل علي فهو أعلم بهذا مني هو كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ما يمكن قوله عن الأدات الأولى وهي الأصالة والعودة إلى المصدر الأول والأخبر بالحديث وأما الأدات الثانية فهي حرص الصحابة على التصريح بالأسانيد ودقتهم في إراد متون الروايات فأما عن دقتهم في الأسانيد فالصحابة كثيرا ما كانوا يصرحون بالإسناد سواء أكان سماعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيقولون سمعت النبي أو قال للنبي أو يقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهكذا أم كان سماعهم عنه بواسطة فإنهم كانوا يصرحون بإسم تلك الواسطة خصوصا إن وجدوا حاجة في ذلك أو سئلوا عن ذلك ومن نماذج هذا التصريح ما رواه البخاري عن حميد قال حدثنا أنس بن مالك عن عبادة ابن الصامد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر والشاهد في قول أنس عن عبادة ومثله في البخاري أيضا عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين ومن جميل ما ورد في هذا السياق ما روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه سمع يحدث عن أبي هريرة فقيل له أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث عن أبي هريرة فقال إن أبا هريرة قد سمع ما لم نسمع وإني أن أحدث عنه أحب إلي من أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما لم يسمعه منه فإن كان الحال لا يستدعي التصريح باسم الواسطة الذي سمع الصحابي منه الحديث فهم يتجوزون في ذلك ولا يصرحون به وقد قال في ذلك أنس بن مالك ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه لكن حدثنا أصحابنا ونحن قوم لا يكذب بعضنا بعضا وأما عن اهتمامهم بالمتون ودقتهم في نقلها وحرصهم على ضبطها فهو أمر ظاهر في معظم الأحاديث فإنهم كانوا حريصين على اللفظ ويقدمون الرواية الحرفية على الرواية بالمعنى وكانوا يدققون في أهمية ضبط اللفظ قشية الوقوع في تغيير المعنى أو في تحريفه وكانوا يصرحون بالشك حالة اختلاط الأمر عليهم وحالة عدم قدرتهم على تمييز أي اللفظين هو الأصح وكانوا كذلك يصححون لبعضهم بعضا في الألفاظ والمعاني ومن أشهر الصحابة الذين عرفوا بضبط اللفظ والحرص على حروف الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي قال فيه محمد بن علي كان بن عمر إذا سمع الحديث لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقصر عنه ومن نماذج ضبطه أي ابن عمر ما رواه مسلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس وجاء في الحديث صيام رمضان والحج فقال رجل من تلامذته الحج وصيام رمضان فقال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على الترتيب ويؤكد ذلك أن الصحابة إن اتجهوا إلى الرواية بالمعنى اعتذروا عن ذلك وبيّنوا أنهم رووا بالمعنى فكان أنس بن مالك يقول عقب الحديث هكذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بعضهم يقول هكذا أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك يبرئون ذمتهم ويؤكده أيضا أنهم استخدموا ألفاظا خاصة فيها التصريح بضبطهم ألفاظ الحديث كقول أبي هريرة عن الحديث سمعته أذنايا ووعاه قلبي وأبصرته عينايا حين تكلم به وقول أبي سعيد الخدري أبصرت عينايا وسمعت أذنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم يورد الحديث وقال غير واحد من الصحابة عن حديث روجع به يجيب لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو عشرة أو عشرين ما حدثت به ومن أهم الأدلة لدينا على ضبط الحديث عند الصحابة أنهم يصرحون بالشك حالة اشتباه اللفظ عليهم بما يؤكد أن تركهم التصريح بالشك يدل على ثقتهم بصحة اللفظه ومن أمثلة التصريح بالشك ما أخرجه البخاري عن سلمة ابن الأكوى أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعطين الراية أو ليأخذن الراية وهذا الشك الأول في الرواية غدا غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله وهو الشك الثاني وقد صرح الراوي به وأثبته البخاري في صحيحه على الشك ليحافظ على دقة الصحابي في ضبط ألفاظ الحديث ومنه أيضا حديث عمران ابن حسين في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة وكذلك قام الإمام مسلم هنا بتثبيت الشك الذي صرح به الراوي في صحيحه وحافظ عليه وبهذا ننهي الكلام عن الأداة الثانية من أدوات توثيق الحديث فماذا عن الأداة الثالثة؟ الأداة الثالثة هي اختبار حفظ الراوي واختبار صحة مروياته بإخضاعها إلى منهج المقارنة والموازنة مع مرويات الصحابة الآخرين والكلام في هذه الأداة على قدر كبير من الدقة والأهمية ونكتفي في ذلك بانتقاء نماذج وأمثلة عنها وهي بمجملها تشهد بأن الصحابة الكرام كانوا يتتبعون مرويات بعضهم بعضا بالمقارنة والنقد وذلك لمزيد من الدقة ولمزيد من التوثيق وحرصا على دفع الخلل والخطأ عن الرواية فمن أنثلة اختبار حفظ الراوي من قبل غيره من الصحابة مقارنة روايته في أزمان متعددة وقد اشتهرت في هذه السياق حادثة لافتة اختبرت فيها السيدة عائشة عبدالله بن عمر وذلك بمساعدة من ابن أختها عروة ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا وقد أخرج الحادثة البخاري في صحيحه عن عروة قال حج علينا عبدالله بن عمر فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكمه انتزاعا إلى نهاية الحديث قال عروة فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبدالله بن عمر حج بعده فقالت لي عائشة يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه أي في السنة الماضية فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني به أي في السنة الماضية فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت وقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمر وفي رواية مسلم قالت ما أحسبه إلا قد صدق أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص وفي حادثة أخرى اختبر محمود بن الربيع عتبان بن مالك في حديث سمعه منه مرة ثم اختبره به بعد ذلك بزمان فقال سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة وهناك أمثلة تزيد الأمر وضوحا في هذا حيث يقوم فيها الصحابي باستيثاق حديث من خلال سؤال صحابي آخر ومنه الحديث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على جنازة كتب له قيراط فإن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان أصغرهما أو أحدهما مثل أحد فبلغ ذلك ابن عمر فتعاظمه فأرسل إلى عائشة فقالت صدق أبو هريرة وقد عرض بعض التابعين أحاديث سمعوها من بعض الصحابة على صحابة آخرين وذلك في سياق الاستشهاد والتوثيق ومنه ما قام به عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الذي سمع حديثا عن عائشة ثم قال فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت ألا أعرض عليك ما حدثتني به عائشة فقال هات فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا وهذه الأمثلة تشير إلى أمر آخر سوى اختبار حفظ الراوي وهو شهادة الصحابي لصحابي آخر بأمانته وعدالته وبدقة حفظه وضبطه وكل ذلك يعطي تصورا عن الحالة العامة للنشاط الحديثي رواية ونقدا في زمن الصحابة على أن الأمثلة التي سقناها تقع في دائرة توثيق الحفظ ونقد الضبط فحسب لأن بين أيدينا نماذج أخرى من مناقشات الصحابة وحواراتهم الحديثية وهي نماذج يمكن تصنيفها في باب نقد المتني أو الاختلاف في فهم الحديث فالكلام عنها يأتي في حلقات قادمة إن شاء الله وبذلك انتهى الكلام عن القانون الثاني من قوانين التثبت في الرواية لدى الصحابة الكرام ويبقى لدينا القانون الثالث منها وهو نقد المتني عند الصحابة فأترك الكلام فيه إلى اللقاء الآتي وأخيرا أحييكم بما حييتكم به أولا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر